غرباً قتال على الأراضي الأوكرانية وشرقاً مناورات عسكرية روسيا تتحدث بلغة السلاح والحرب موسكو أطلقت تدريبات تستمر أسبوعاً كاملاً بمشاركة قوات من الصين والهند وعدة دول وسط توترات مع واشنطن فوستوك 22 تستمر حتى السابع من الشهر الجاري في سبعة ميادين بأقصى الشرق الروسي وفي بحر اليابان المناورات يشارك فيها ما يزيد على خمسين ألف جندي وأكثر من خمسة آلاف وحدة أسلحة منها مئة وأربعون طائرة وستون سفنة حربية وزارة الدفاع الروسية قالت إن البحريتين الروسية والصينية ستمارسان تدريباً مشتركاً لحماية الاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري في بحر اليابان التدريبات استعراض للعلاقة الدفاعية الوثيقة بين موسكو وبيكين وسط توترات مع الغرب بشأن تحركات الكريملين في أوكرانيا التدريبات عكاس أيضاً للعلاقات العسكرية المتصاعدة بين الجانبين من جانبها دعمت روسيا الصين بقوة وسط توترات مع واشنطن أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان مؤخراً المثير في هذه التدريبات مشاركة الهند فنيو ديلهي لم تنحاز إلى أي طرف بخصوص الأزمة الأوكرانية رغم الضغوط المبذولة من قبل الغرب مشاركة الهند في المناورات العسكرية يثير قلق واشنطن لكن مراقبين يعتبرون نيو ديلهي كمن يمسك العصى من الوسط لعل أن موسكو من خلال تدريبة فوستوك 22 تحاول توجيه رسالة إلى الغرب مفادها أنها قادرة على تشكيل تحالف عسكري في منطقة الهادئ التي تشهد توترات بين أمريكا والصين بلال البجديني العربية